يمتعونا بالمباراة دي ونحصل على اللقب لأنه الأهلي فعلاً زي ما الجماهير قالت و بتقول دايماً هو الحياة والروح دي فعلاً حقيقة مش مبالغة بجد مش مبالغة أنا هنا يمكن عايزة أتكلم في نقطتين النقطة الأولى عايزة أقول لمسؤولي اتحاد الكورة الأفريقي كاف أن أنت النهاردة لو بتفكر في الاقتراح اللي تم تقديمه من اللجنة الطبية في اتحاد الكورة هنا في مصر بأن في عدد من الجمهور يحضر في نهائي بطولة أفريقيا ياريت احنا هنا عملنا خطة شاملة فيها كل حاجة الإجراءات الاحترازية يمكن كمان إن شاء الله ممكن تكون دي تجربة نكحة ممكن للعالم كله يستفيد منها وخاصة قارة أفريقيا مصر دايماً رائدة دايماً صباقة وعندنا دايماً يمكن يعني أمل في عودة الجماهير مرة تانية تخيلوا معايا كده يوم 27 نوفمبر نهاء البطولة الأفريقية في مصر في مصر أم الدون وتحت أنظر العالم كله مش بس أفريقيا لأنه هيكون فيه الحقيقة متابعة علشان تعرف مين البطل مين هيمثل أفريقيا مين بطل أفريقيا تخيلوا بقى الرسالة اللي هتوصل للعالم دي كله في وجود جماهير حاضرة للنهاء البطولة الأفريقية أنا بتمنى ده تأكيد واضح وصريح أنه مصر فعلاً بلد الأمن وبلد الأمان وعلى فكرة برضو إمكانية أن يكون فيه جماهير في النهائي ده أمر مش مستحيل ولا أمر صعب لكن فكرة محتاجة آه لدراسة وممكن أنها تتحقق على أرض الواقع وبسهولة جداً أتمنى من كاف وزي ما سمعنا يمكن في بعض وسائل الإعلام أنه بيدرس حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا الحقيقة النقطة التانية برضو اللي عايزة أتكلم فيها هي أنه الأهل دايماً لما بيكلم عن حاجة وإحنا بقى بنختم الدورة هو لما الأهل بيقترح حاجة أو بيقدم مقترح يهم الكورة المصرية ده ما بيكونش المصلحته الشخصية هو فقط ما بيكونش المصلحته الخاصة بيكون بيقصد بيها مصلحة الجميع مصلحة الكل النهاردة الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي لما بيتمسك وبيصمم على قرار بيكون عارف كويس أنه هو الأصح وبيكون عارف أنه الصالح الجميع مش بيصمم على رأي من أجل مصلحته هو فقط أنا ليه بقول الكلام ده بقول الكلام ده علشان حضراتكم تقييموا النهاردة الفترة دي أو التجربة دي التجربة دوري كورونا القرار الحكيم من قبل الدولة اللي صممت على أنها تستقنف الدوري مرة تانية رغم كورونا رغم تعرضنا لهجوم من الجميع أنه إزاي الأهلي مصمم إزاي الأهلي يتمسك بعودة استقناف الدوري إزاي الأهلي يلعب في الظروف دي النهاردة الظروف ديت أنا عايزة أسأل سؤال الظروف ديت فدت مين غير النادي الأهلي فدت مين الظروف دي الفترة اللي فاتت تم سيطرة على جائحة كورونا الحمد لله بفضل مجهودات طبعا قوية جدا من كل مؤسسات الدولة والأجهزة الطبية اللي بنوجه لهم الشكر النهاردة نعخة تام الموسم ده كل التحية والتقدير وفي الوقت نفسه كل الأندية استفادت من هذا القرار شفنا الزمالك مبارح قدر أنه يتأهل لنهاء دوري أبطال أفريقيا علشان الأجهز فنيا وبدنيا من الرجاء وده يمكن علشان الدوري عندنا اتلعب وانتظم واستفاد من هذا الموضوع برامدز استفاد من الموضوع وتقلق مع نهضة بركان